كابتن محمد اسمح لي بقى اسألك السؤال ده بشكل مباشر طب تاخد كم مليون من الاتحاد في الموسم في منصب الموديل الرياضي بص هقولك على حالة ياريت ياريت الأستاذ محمد بسلح يعمل مداخلة دلوقتي انا عمري عملت عقد مع النادي المرة دي بس اتعمل عقد حاجة خارجي عن اراضتي داكت رغبة النادي عشان بيتحاسبه ماليا جهاز المركزي محاسبته كده فقالولي لازم عقد يتعمل على الفلوس بتطلع من النادي فلازم يبقى في عقد بالضبط وفي نفس الوقت حاجة برضو لمجلس النواب يعني حاجات ايزالية فلازم يكون موجود فانا ما ببصش حتى في العقد ما بيجيبوها اماضي وخلاص ايه اللي مكتوب فيه والله ما عرف يا ففجئت بالناس شوفي الدقة في كذبهم دقة في كذبهم شوفت الدقة في كذبهم طوللك الدقة وما هو بيجزب قالك دا بياخد مرتب كذا كام بقى ما خلاص ما هو بيجزب فكان قد بيت كام معنى اصلا لو قلت اولا دا عيب يعني كان مفروض هما يقولوا عيب الراجل دا اللي هو رمز وقيمة عندنا ياخد هذا المبلغ دا بياخده مدرب ناشئين ورغم هذا زي ما قلت لك لا لا انا اسف ما عليش قبل انا مش عايز اعرف الراجل بالحرارة كنت بتاخده كام هما هما الاشاعات اللي اتقالت على حرارةك قالت اتقالي ان انت بتاخد كام لا هما بص ودي عصي دي نقطة تانية وانا هتكلم فيها عن رئيس النادي الحياة وهطلب تحقيق ازاي المبلغ يتصرب هما حطوا عليه زيادة شوية يعني بس ازاي المبلغ يتصرب لعيال زي دي دي نقطة تانية يعني مش مجالها الكلام اه يعني المبلغ الحراك بتاخده في النادي الاتحاد تصرب تصرب بس هما حطوا عليه زيادة شوية وراح قالك يبقى في السنة سنة اتنشر شهر يبقى بياخد كذا ومش عارف ايه وهكذا وما بيحضرش المتشاط طيب هو انت تعرفه اصلا اتفاقي مع النادي ايه نمر واحد تعرفه مهامي المدير الرياضي نمر اتنين انت بخد المفاجأة بقى دي كانت رغبت مستر زوران ان انا محضرش المتشاط وعنده حق زوران هو المدرب كان رافد انك تبقى موود هو مش حكاية رافد هو كلمني على المهام وانا متفهم المهام بالعكس وعلاقتي بيه كويسة جدا على فكرة فانا حتى وحنا عاديين ندردش كده ونشرب اهو مع بعض قلتله انا متفهم الموضوع لان انا راجل متفتح يعني ما نش فهم مش متعصب يعني بس اقول لي وجهة نظرك ايه انا قديل نضحك يعني فقال لي وجهة نظرة غريبة جدا بس انا احترمتول ان الراجل كان صريح معايا قال لي دلوقتي لو انت قاعد معايا على الدكة في المطشة والفرقة كسبت انت راجل نجم الجمهور بيحبك واللعيبة بتحبك لانك كنت مدربهم هينسبولك انت المكسب لو الفرقة خسرت هيقوله مدرب وحش هو انا قلتله ده منطق صراحة انا مش متقبله بس كويس ان انت اللي جواك قلته اه لكن فكرة ان انا ماكنش موجود قلتله ده اعتقد من البداية انا اللي طلبت منك ومن الرئيس النادي هذا الكلام مهام شغلي هي مهام استشارية وادارية تعتمد على علاقات يعني بخلص حاجات كتير جدا بالتليفون صحية انت عايزني ليه اعد تحت اعمل انا هديك نصيحة امور فنية ولا انا هروح ادي اللعيب في حاجة فنية ده انا ممكن اعملك مشكلة كمدرم بالزبط كده غصبا عني هنفعل صح وازعى للعيبة بقت قصة كبيرة صحية وانا راجل بحترم نفسي دايما صحية صحية وبالتالي خلصنا من القصة تاني انا بس عايز ارجع لقصة المقابل المادي اللي انت كنت برضو مش عايز اعرف الرقم بس انت بتقول لي ان المقابل ده ما ياخدوش مدرب ناشئين في نادي الاتحادس صحية صح كده دي حقيقة فعلا والناس بتقول انه ازاي كابتن محمد عمر هزا الاسطورة في تاريخ النادي الاتحادس بياخدو الرقم ده الكلة دول هستعرف كم الرقم؟ انا عندي فضول بس مش عايز احرك حضرتك سبعين الف جنيه رقم كابتن محمد عمر؟ للمرتب اولا الناس دي كان لازم تقول عيب انا اسف انا عايز بس اقول لان عيب كابتن محمد عمر احنا في 2023 بتاخدوه في منصب المدير الرياضي اللي احيان بيبقى اعلى من منصب المدرب في بعض الاحيان وش احيان بقى من اعلى مدرب ولو مش المدرب الاسم الكبير ده كان بياخد سبعين الف جنيه وحدا كنت راضي ومش عايزهم ومش عايزهم كمان بس كريم انت عارف وانا اتكلمت معاك كتير قبل كده وحنا في الاستوديوهات وبرى الاستوديوهات نادي الاتحاد بالنسبة لي حالة مهما عملت والله ما هقدر او في حقه ده لا كلام بقى لا بعرف اقول شعارات ولا الكلام ده كله ولا فرقة معايا بشتغل في النادي ولا لا القصة مش كده خالص بالنسبة لي هم دربوا المبلغ في اتناشر شهر طب الدوري ماكملش تسعة شهور ونص طب جبتوا الاتناشر منين طيب ايو انا عاسف انت لو ضربتوا في اتناشر كمان انتوش هتكمل مليون جنيه في المنزل ما انا بقولك اه عشان كم بقولك بياخدوا مدرب ناشئين يعني طب الحاجة التانية انا سبع شهور ما ابطتش لحد الوقت كمان من التسعة شهور ومش عايز